السلام عليكم ورحمة الله لما وصفة جديدة نقدم لكم أحد الفطيرة اللي كديب حشوة ليبنينا وكذلك العجين ديلها كدي خفيفة بحلقة تقدروا تقدمها كوجبة عشا أو لها هكذا في الكوتي وقبل ما نبدأ ما تنسى واش اللي عادة غادي شوف الفيديو دائما نقل لكم اشتراك ولي لايك وفعلوا الجرس بسم الله أول حاجة نبدأ بها غادي نوجد العجين هنا عندي معلقة كبيرة دي الخميرة الفورية نضيف لها معلقة صغيرة دي السكر ونعندي معلقة صغيرة دي الزعتر مطحون وعندي كأس دي الحليب الدافئ غادي نحركوا مبادياتهم من بعد غادي نضيف واحد جوج مع الأكبر جلد دقيق الأبيض وغادي نخلي هاد العجين اللي حضرت كيتفاعل مبادياتهم أو لها كي يخمر شوية من بعد ما حسينا بدك الخالي تتفاعل كنحركو شوية وغادي نضيف عليه بياض بيضة والأصفار كنحتفظو به للتزيين غادي نضيف نصف كأس دي الزيت الزيتون وغادي نضيف نصف معلقة دي الملح هنخلط كل شي مزيان مع بعدياتهم من بعد غادي نضيف الدقيق كبدة نضيف شوية بشوية هنا استعملت ميتين وخمسين جرام دي الدقيق انتو مع عينكم ميزانكم مع الدقيق كي الدقيق اللي كي شربك اللي كي يبقى وهم هناك نخلط الحليط بزيان هنبتك نضيف عو تاني دقيق بماء جمالية هنا غادي نستعمل ايدي باش غادي نجمع الخاليط هنا غادي نجمعه غير با ايدنا ما غاديش يحتاج دليك فا غادي نجمعه دك الخاليط كيف ما كتشوفو في الفيديو سوف نضيف العجينة من بعد مجمعتها كاملة وخذلت الثاغي بيدية غادي نضيف عشق الكورا وغندهن الآنية اللي فيها غادي نضيف عشق الزيت وغادي نخليها كتخمر غادي نغطيها بواحد البلاستيك ونخليها كتخمر بما غادي نوجد الحشوه غادي نوجد الخمرات والحشوه اللي غا تكون في الوسط هي واحد الحشوه اللي غادي لديه وغادي تجيبكم بسيف هنا قطعت واحد بصلة رقيقة بصلة الخطارية في المقلة مع شوية الزيت كنشحرهم هنا أنا ضفت ثلاثة الفلفلات حمرين مع فلفلات خضراء تحنتهم حتى ولا ورقاق على هات الشكل وغادي نضيفها على تيك البصلة مع الزيت ونخليها حتى هيك تشحر شوية من بعد ما كتبتك تشحر ليها غادي نضيف عليها 300 كرام ديك الكفتة تلادانت وغا نحاول انني نفتت ديك الكفتة غادي نضيف نصف مع القاة ديك الملحة نصف مع القاة ديك البزار نصف مع القاة ديك الزنجبيل او لا سكنجبير ونصف مع القاة ديك الكوركم او لا الخرقوم البلدي ندخل ديك التوابل مع الكفتة و البصلة و ديك الفلفل ونبقا نحرك حتى كتشحر مزيان ونبقا نفتو ديك الكفتة مزيان وحنا كنشحره حتى كنحسو بديك الحشوة بديك تنشف من ديك الماء اللي كيكون فيها ديك البصلة و ديك الفلفل انا غادي ندخلها مع ديك الكفتة حتى كنحسو بديك الخليط بدكية عقاد شوية سافيو وكنتفو عليه وغا نحليو الحشوة كتبرد عاد نخدموها الفطيرة كنتوزو نشوفو العجين ديالنا من بعد ما خمرات ناخدو ديك العجين وغان نتقسمها الى نصفين ولا جوش كورات كنا نلولب كله وحتى على هات شكل وغادي نبدأ نبسط نبسط الاولى بدك ننصرح فيها باية هكذا نستعن بقليل ديال الزيت شوية دهنتو في ايدي باش كي يساعدني وهنا عندي المول دهنتو شوية بالزيت لغادي تخل الفران كنحط ديك الكوريسة اللولة او الكورة اللولة من بعد ما بسطها كتجالها تشكل وهنا ديك الحشوة من بعد ما بردات سدفتليها وحت شوية ديالة الموزاريلا الجبن كيفقى اختياري كنودا ديك الحشوة في الواسط وغادي نبدأ نوزع فيها كيف ماشر؟ لا تشكل موزع فيها كيف تشوفوا ديال جوان بحت هما وحاول نضغط عليها شوية باش كتشد الحشوة لبلاستها لها تشكل وغادي ناخد الكورة التانية او العجين التاني هنبسطو حتى هو لها تشكل ونوضعوه فوق ديكو الحشوة في حالي كنغطيوها ناخد شوية ديكو الأصفار البيض ووهد البانسو غادي نديرها في الجوانب باش تلصق لنا المالعجين اللي تحت وما تديعش لنا ديكو الحشوة او لا تخرج مي غادي تكون كالطيب فالله هنا كنبقى كنتبت فيها بيدي وانا كنذهل الجوانب نستمر حتى نكمل الدائرة كاملة اشتركوا في القناة من بعد نبدأ نضغط شوية بالفورشات في الجوانب باش نضمن انها تلصق مزيان اس فوق منة كراتي نضغط شوية الدائرة نضغط شوية الدائرة منطن بخلوا ونقوم مع الواجه ارتفع مموم من جيد سوف ندخلها للفرن كالطيب عادي من التحت ومن بعد نشعل لها الفوق الفطيرة هي هذه من بعد ما طابت سوف تأتي الارتبا وشيشة وكذلك أعفوان ذلك الحشوة التي تكون في الوسط سوف تعجبكم بثاف لأنها تأتي حشوة بنينا وكيف ما شفتو حشوة كانت خفيفة وسهلة وقتصادية يعني هذه العناصر كيكونوا دائما في المنزل هذه من الوسط كيف تجي تجي قطنية أتمنى الفيديو يكون أعجبكم هنا لإستحسانكم وكنشكركم بساف ونطلقوا إن شاء الله في فيديو قادم مع وصفة جديدة وما تنسوش اللي لايك ولي كومنتيك مع السلامة